وما زلنا متابعين الحوارات اللي عملها زملائنا على هامش الجلسات النقشية للحوار الوطني زي مننا رجائي رمزي كان هناك وربما عمل لقاء مهم جدا معناه بأحمد سمير زكريا خلينا نتابع هذا اللقاء ونرجع نكمل فقراتنا في صباح الخدمة أهلا بكم مستمرون معكم في تغطية توقع وفعاليات الحوار الوطني في يومي الخامس الذي تم تخصيصه لمناقشة المحور الاقتصادي ملف هام جدا من ملفات المحور الاقتصادي نتحدث عن الاستثمار تحليل الفرص الخاصة في هذا الملف ما هي التحديات وما هو واقع الاستثمار في مصر بينضم إلينا سيادة ناب أحمد سمير سيادة ناب رحب بحضرتك على الشرطة القانون المصرية أهلا بكم بكل مشاهدين طيب خلينا نتكلم عن عنوان الجلسة الخاصة باستثمار كان فيه تركيز على تحليل الواقع وما هي التحديات والفرص وجهة نظرك تحليل الواقع الاستثماري في مصر طيب بالطبع يعني الواقع الاستثماري وملف الاستثمار من أهم ملفات الاقتصادية على مائدة الحوار الوطني لأن النهاردة الاستثمار بيدفع عجلة الاقتصاد بشكل كبير جدا في التقدم الواقع يقول أن مصر يحتاج في هذا الملف إلى العديد من النقاط التي تحل الواقع الذي قد يكون في ظل تنافسية الدول يحتاج إلى تعديلات كثيرة جدا خاصة أن الاستثمار وضعه تغير وأصبح هناك تنافس ما بين الدول على جذب الاستثمارات الخارجية بشكل كبير في ظل أزمة اقتصادية شديدة الخطورة نعم يمكن من أبرز التحديات التي ذكرت يعني وكان هناك إجماع عليها المشكلة العملة الصعبة هناك أيضا تحديات خاصة بجذب المستثمرين هل التركيز على المستثمر المحلي أم المستثمر الأجنبي شايف الاطرحات التي تم طرحها إزاي والتوصيات اللي ممكن أنت تخرج بها الملف الاقتصادي ملف متكامل لما نتكلم النهاردة على الاستثمار يجب أن نتكلم على السياسة النقدية السياسة المالية كافة الملفات الاقتصادية متشابكة ومتكاملة بشكل كبير جدا بالطبع النهاردة لما يجي مستثمر بيبعيز يعمل دراسة جدوى اقتصادية بتعتمد على سعر الدولار أمام الجنيه المصري وبالتالي يجب أن يكون هناك وضوح للسياسة النقدية في الدولة المصرية لجذب الاستثمارات مفيش مستثمر هيجي في دولة فيها سعرين للدولار. هذه هي أول نقطة. النقطة الثالية كيفية جذب المستثمر هو التركيز في الدولة المصرية على ماذا تحتاج الدولة المصرية لتستثمر فيه. أنا أدي حوافز للقطاع اللي أنا محتاج أشتغل عليه في المرحلة المقبلة. أيضا معالجة الخلل لأن النهاردة عندنا نقطتين هميتين جدا فيها الاستثمار. هي الثقة بين الدولة المصرية والمستثمر والشفافية في طرح المعلومات بشكل كافي. الثقة تأتي من ثبات المعلومات وثبات التعامل ما بين المستثمر والدولة بشكل كبير جدا. يعني النهاردة ما ينفعش عندي تطبيقات لبعض القوانين تخل به. مثلا فرضيا موضوعات الضرائب والتأمينات الاجتماعية. يجب أن يكون هناك سياسة ضريبية وتأمينية واضحة وثابتة في طرح الثقة لدى المستثمر. الجزء المهم جدا الجزء الخاص به الشفافية. طرح المعلومة. النهاردة يجب أن يخرج البنك المركزي بوضع له السياسة النقدية. تخرج وزارة الميزلية بتصورها. عشان اللي هو النهاردة هو يكتب الدراسة الجدوى للمشروع. يكون لديه ثقة في أن هذه الدراسة ستحقق على أرض الواقع وتحقق له النفع. وبالتالي النفع للدولة المصرية. عظيم جدا. ستناقب بما أنك طبعا متخصص وخبير اقتصادي بالأساس. الهدف المستهدف أن نصل بإسهام الاستثمار في الناتج المحلي المصري. تقريبا نصل إلى 15% واحنا أعتقد لنا نتجاوز لوقتي 3%. أعتقد يعني هناك شغل كبير جدا عايزة يتعمل. هل تشايف الموضوع سهل أن احنا نحققه 15%؟ أعتقد أن النهاردة ردا على حضرتك يجب أن يتبع قواعد الجمهورية الجديدة. يجب أن نجعل قواعد الاستثمار قواعد جديدة. لأن النهاردة هناك معطيات للإستثمار في كافة دول العالم التي تنافسنا. وبالتالي يجب أن نأخذ هذه القواعد التي تتناسب مع واجع الاقتصاد المصري. لنخرج بينها بشكل جديد يتوافق مع الجمهور الجديدة. عشان نوصل للأرقام التي تقولها هذه. لنوصلها بنفس أداءنا في هذه المرحلة. يجب أن يكون هناك تطوير. أعتقد أننا نحتاج لوزارة الاستثمار لتبقى رؤية للدولة المصرية أنها تهتم بهذا الملف. ولكن هناك وزارة تهتم بشأن المستثمر سواء المحلي أو الأجنبي. معالجة مشاكل المستثمر المحلي الحالية قد تدفع المستثمرين المحليين والأجانب للدخول. لأن المستثمر الأجنبي يسأل عن الدولة التي يزدود أن يستثمر بها. المستثمر المحلي وبالتالي لو لديه مع وقات المحلي بقى الأجنبي هاهرب من هذا. أيضاً وضع رؤية كبيرة جداً لماذا تحتاج الدولة المصرية في خلال العشر سنوات المقبلة في الاستثمارات. هل نحتاج في قطاعات التكنولوجيا الخضراء أو التكنولوجيا أو القطاعات البرمجة؟ نحتاج في صناعات السيارات الكهربائية؟ ما القطاعات التي سوف نركز عليها استثماراتنا لتكون المستثمر يأتي إليك في هذه الصناعات؟ والوضع تغير بشكل كبير جداً. لا تترحش النهاردة فرص لا، اذهب إلى من تترجته، من تستهدفه في هذه المرحلة. وأبحث عن إزالة المعوقات لديه ليأتي إليك مستثمراً. وبالتالي يتبع عندك فرص لتشغيل ونقل تكنولوجيا وإتاحة أرقام كبيرة في الاستثمار. خاصة أن أنت دولة تتمتع بقدر كبير جداً من الموارد والحوافز. تحتاج بعض التعديلات التشريعية والتعديلات في التعامل قبل التشريعات. التعامل في ملف الاستثمار هام جداً. وإزالة المواقعات الحقيقية الموجودة حالياً هام جداً. وأكرر رؤية وجود وزارة الاستثمار. أعتقد في هذه المرحلة من أهم النقاط الأساسية التي تأكيد التركيز عليها. لأن هي رؤية العالم الخارجي أن مصر تهتم بنفل الاستثمار بشكل كبير جداً. وهناك تجربة مصرية في 2004-2010 كانت تجربة مميزة جداً في الاستثمار. أتمنى تكرارها مرة أخرى. وجد نظرك في التسويق للدولة المصرية كسوق استثماري واعد. وإحنا نتكلم أن هناك حاجة لإستبدال الدول الأوروبية بدول أخرى في منطقة الشرق الأوسط. فيما لوصلها بسلاسل الإمداد. طيب، في اجتماع وزراء الخارجية لمجموعة الدول السابع الكبرى الأخير في اليابان. أقروا أن هناك حوافز للدول الصغيرة والدول المتوسطة التي تحتاج للتعاوم معها الدول الأوروبية الكبرى السابع الكبرى في ملف التوريدات بعد الخلل الكبير الذي حدث نتيجة أزمة كورونا وبعدها الأزمة الروسية الأوكرانية. أعتقد أن مصر يجب أن تعمل بشكل جدي على هذا الملف لأن هذا الملف فهام جداً ويفتح لديها فرص في نقل تكنولوجيا فيما يتعلق بالمواني والإجراءات الجمركية. وجميعها إجراءات تساعد على الاستثمار بشكل كبير جداً. وهناك فرصة واعدة في اجتماع مجموعة الدول السابع الكبرى في التعاوم بين مصر وهذه الدول في هذه المرحلة. وأيضاً سياسات الاقتصادية لمصر يجب أن تكون متوازنة ما بين مجموعة الدول السابع الكبرى والبريكس أيضاً. لأن مصر يجب في هذه المرحلة ككافة الدول العالم أن تستهدف التوازن الذي يخدم مصالحها في إطار المحور الاقتصاد. فكرة إنشاء المجلس الأعلى للإستثمار تحت رئيسة سيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويعني في اجتماعي الأول أعتقد أصدر زهاء 22 قرار لو لقى بتصويب العمل الإستثماري في مصر. شايف ده ممكن يعني يؤتي بثماره قريباً. بالطبع الـ 22 قرار هم أهمين جداً للإستثمار ودفع عاجلة الإستثمار لكن النهاردة خلينا نكون أكثر وقعية ونتحدث بشفافية لأن الاقتصاد لن يزدهر إلا بترحي الحقائق بشكل صحيح. المجلس الأعلى الإستثمار هو موجود في قانون 2017 والنهاردة نحتاج إلى تفعيل بقرارات أكبر وبهيكلية أكبر واعتاء صراحيات في ملف الإستثمار والاهتمام به لأنه مرتبط بكافة قطاعات. عايز النهاردة صناعة في الدولة المصرية وزيادة حصلتها أنت مرتبط بمستثمر في قطاع صناعي وبالتالي تشجيع المستثمر سيكون في القطاع الزراعي نفس الشيء. أنت محتاج تشتغل على ملف الإستثمار بشكل كبير جداً. القرارات هامة جداً لكن أنا نحتاج المزيد نحتاج لدراسات السوق بشكل كبير جداً لأن التنافسية بين الدول في هذه المرحلة في الإستثمار هامة جداً. خروج كمان المعدلات الزيادة للإستثمار الأجنبي للدولة المصرية يجب أن تكون بمقارنة بالدول الأخرى لأن إحنا النهاردة على لازم نبقى شايفين إحنا فين ووصلنا لفين واللي جنبنا كمان بقى فين ووصل فين وليه إحنا ما بقى نهار زيه. هذه النقاط هامة جداً لكن بالطبع المجلس الأعلى للإستثمار وقراراته الأخيرة هي قرارات مشجعة جداً لإستثمار في المرحلة المقبلة في الدولة المصرية. شكراً جزيلاً سيد نياب أحمد سمير. شكراً جزيلاً. إذن المشاهدين المستمرون معكم في تغطية وقاع وفعاليات الحوار الوطني في جلسته الاقتصادية. شكراً لكم.